اشتركوا في القناة لم تفسد صلاة وهذا فيها حديث سهل النساء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء من رابه شيء فليسبح فإنما التصفيق للنساء إنما التصفيح للنساء وهذا قد حدث منهم أنهم ضربوا على الأفخاذين وحدث منهم أنهم صفقوا فكان تصفيحا فكان تصفيقا نعم عن جهل والنبي صلى الله عليه وسلم محمود ابحث عنه ابحث عن الزهر محمود طبعما أخوك ابحث عنه وذهب إلى المدرمان شوفوا فيه رب يرضى عنكم جزائكم الله كل خير صلى الله عليه وسلم فكان تصفيقا أو تصفيحا عن جهل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة لكن أرشدهم وقال من نابه شيء أو رابه شيء فليصفح فإنما التصفيق للنساء فليصفح فليسبح فإنما التصفيق إنما التصريح للنساء وهذه مطابقة للترجمة فأنه من فعل ذلك جاهلا لا تطل صلاة لأن النبي لم يأمرهم بالإعادة باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس وهذه معناها أنه إذا قيل له انتظر حتى يركع فلان أو ركع وقيل له انتظر فإن هناك من سيركع معك حتى لا تضيع عليه الركعة يعني من انتظر أحدا لمصلح المصالح الصلاة بأن هذا يصح خلافا لبعض قال العلماء قال المصنف الحمارة وتعالى حدثنا محمد الكثير العبدي أسقاص الأزوات الرؤورة الجمعة حدثنا سفيان الثوري أمير المميني في الحديث قال عن أبي حازم عن سهل النسعد السعدي رضي الله عنه وأرضاه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا هزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا تفعن بسكن حتى يستوي الرجال جلوسا ذكر فيها حديث سهل النسعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أذرهم نعم من الصغر طبعا يعاقدون أذرهم على على الرقاب هكذا نعم بثوب واحد ولأنهم لما سألوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مواسعا رحبا أنه يلتحف به يجعل شيئا على عاتقه تقول من الصلاة والسلام أن أحدكم وليس على عاتقه من شيء وإن كان ضيقا اتذر به وإن كان ضيقا اتذر به وفي قول لا ترفعن رقسكن حتى يستوي الرجال جلوسا فيها جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام لأن النبي قال إنما يجعل الإمام لأتم به وحذر أيام تهذير بأن يرفع المر رأسه قبل الإمام وضعه رأسه كرأس حمار وجود تفاوت المأمومين في الحركة وفيه انتباه المصلي لمن يحدثه في مصرحة الصلاة كما فعل أبو رافع وعمل الخطاب وقال دخل وعمل الخطاب أخذ رجل من أذنه قال أمشي إلى السطرة فمشى وسمع له وأيضا أبو رافع لما حل شعر الحسن وكان عقصه فحله وقال إن هذه مقاعد الشيطان جدك يقول إن هذه مقاعد مقاعد الشيطان وفيه أيضا جواز الفتح على المصلي يعني ويقرأ القرآن وأفتجت عليه آية قد يفتح عليه من ليس في صلاة وإصح ذلك لأنه قد يريد أن يكون قال النساء لا تفعن رسكننا حتى يستوي الرجال جلوسا لأن يكون هذا كان انصار في صلاة وهما ما زلنا في الصلاة وذلك كان يستغفر وفي مكانه لا يستدير حتى يمر النساء فيخرجنا نعم وقد يقال بأنه يجوز للمصلي أن يصغي يسمع لمن ينصحه أو يكلمه وهو في خارج الصلاة وبعد رجح علماؤنا أنه يجوز للمرء للإمام أن ينتظر المأموم الذي جاء متأخرا حتى يدركه فيه الركوع فلا تضيع عليه الركع فرأس الأمر أنه يجوز خطاب المصلي نعم وإن كان الخطاب على غير الصلاة يجوز خطابه ويجوز الإصغاء لأن فيه منفعة وفيه مصلحة الفواد المستمبطة جواز كلام المصلي فيما تصح به الصلاة إنما جاء المام ليتم به حركات الممول لا تتأتى إلا بعد حركات الإمام جواز مخطبة النساء في الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما